والآن دولة اقتصادية سريعة مع زميلة دينا شرف شكرا لك ياسر شكرا لك إلهام والآن موعدنا مع أخبار الاقتصاد أكد وزير البترول طارق الملة على أهمية تدخل اثمارات الجديدة في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول للزيادة معدلات الانتاج لتوفير امدادات مستقرة وشيرا إلى أن مصر تمتلك فرصا واعدة لاكتشاف المزيد من الثروات البترولية جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مسؤولي شركة أمريكية لبحث أنشطة الشركة في منطقة امتيازها بالصحراء الغربية وذلك منذ بدء عملها في مصر عام 2016 التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين التقى وفدا من كبرى شركات البلجيكية المهتمة بمشروعات الطاقة الخضراء وخلال الاجتماع عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استراتيجية الهيئة 2020-2025 والصناعات المستهدف توطنوها والميزات التنافسية التي تمنحها الشريح أو الهيئة المتثمرها من خلال جاهدية نظام متكامل للصناعة وتوافر الخدمات المختلفة ختم أخبار الاقتصاد